موسيقى ما مقدار اليوم مثلا أنه في ناس تستنكف أنت أصلا تبعي كم مسيج تبعثوا في اليوم سيدي نحن هناك معادلة رياضية معينة نستخدمها لبعث المسيجات مرة بنبعث 4000 مرة بنبعث 1000 مرة بنبعث 5000 حسب بعض المعادلات المعينة ونحن قسمنا الأيام إلى أيام ساينوفارم أو أيام فايزر حتى نتجنب بعض المشاكل اللوجستية لكن المطاعيم موجودة المطاعيم مستمرة ستبدأ الجرعة الثاني يوم الخميس ونتوقع أن لا تنقطع المطاعيم بعد ذلك وهي لم تنقطع أصلا وإحنا قديش عنا هلأ موجود اللقاحات ياسي موجود لكل من تلقى اللقاح موجود لديه وعنا هلأ بتقول لي ما نبلش المرحلة الثانية في يوم الخميس سنوقف مثلا لا 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 لن نوقف كله بيضل ماشي بيضل ماشي نعم وعنا لقاحات توفرة نظل ماشيين على الجهتين ستبدأ اللقاحات بالوصول أثناء تلقي المرحلة الثانية متى متوقعين دفع أو أثناء؟ إن شاء الله مع الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث من شهر الثاني وصلنا إلى دفعات جديدة دفعات جديدة نعم من نوعين يعني على الأقل من نوع واحد على الأقل على الأقل نعم فايزر بتقول أنها في العالم وقفت بس هي ملتزمة باتفاقياتها معنا وملتزمة باتفاقياتها معنا واللقاح الصيني الإماراتي يصلنا في مواعيد محددة رديكم وصلنا وإن شاء الله يصلنا أكثر منه أيضا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل معينة قد تضر يعني بقضية حصولنا على اللقاحات ولكن أطمئن المواطنين بأن اللقاحات ستستمر في وصولها للأردن ما بتقدر تزيد العدد اليوم المتلقي اللقاحات يا سيدي عندما تصل اللقاحات بشكل أكبر وأكبر سنزيد المتلقيين بشكل أكبر وأكبر لكن نريد من المواطن اليوم أن يدخل ويسجل لدوره في تلقي اللقاحات حتى ولم يكن لديه رغبة في تلقي اللقاحات سيد تورما أنت تتكلم اليوم كيف يكون هناك المنصة؟ هناك أكثر 400 ألف واحد لا طيب شو المشكين يسجل المواطن دور لدينا 400 ألف واحد و 35 ألف واحد ما أخذ كم واحد تستقف لا لا مش الكل ممكن يعني سيدي إحنا في ناس بالبيوت لديهم الدور يعني أولوياتهم قد تكون أكثر من أولويات من سجلوا نريد للمواطن أن يدخل ويسجل دوره المطعوم مجاني المطعوم طوعي المطعوم سيتوفر وتسجيل المواطنين على منصة سيفيدنا في تقدير الموقف أكثر وأكثر أنت اليوم فيه مستنكفين صح؟ سيدي المستنكفين في المطعيم أي قضية يعني معروفة في علم المطعيم ليش ما تزيد العدد اليوم؟ عشان أنت تقدر تستقبل أكثر يعني تقدير تعطي المطعيم أكثر أنا أوازن بينما لدي من مطعيم وبينما أتوقع من حضوره إلى المراكز التطعيم فبالتالي ما يهمك أن المطعيم موجودة؟ يعني أنتو عندكم في الأسبوع أنه 60-70% اللي بيجوا كل شيء محسوب سيدي نعم وبناء عليه بتخففوا الأعداد؟ أو بناء عليه بتحسبوا الحد الأقصى اللي ممكن تلك؟ نحسب الحد الأقصى نعم طيب أنا راح أظن في موضوع اللقاح اسمح لي كتاب وعندنا أكثر من سؤال وفي هذا الجانب في حديث اليوم واضح أن هناك من يترق اللقاح خير جوارة الصحة هناك من يمنح اللقاح في بعض القطاعات الخاصة و هذا الكلام مدى صحته و مدى موقفكم منه و راح أسألك أيضا في المزيد عن موضوع اليوم بتقول لي أم تبنينا الفعل عدد؟ يعني أنا يوم معنيين اسمح لي راح أسألك كل هذا الكلام بعد فاصل و أنا بيسألك متى اليوم راح نوصل كدول أخرى نعطي رقاح لعشرة آلاف أردني في اليوم حتى نقدر نخلص إنه على الأرقام مش عليها والله بدنا سنين من نخلص صح على الأرقام الحالية أنا واضح اشتركوا في القناة